موسيقى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة موجز لآخر الأخبار من قناة تن أهلا بكم شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات وعمال التطوير للساد القاهرة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر وخلال جولاته التفقدية للمنشآت الرياضية بالساد القاهرة الدولية للوقوف على آخر مستجدات التجهيزات التي تجرى في الاستاد استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم والتي تستضيفها مصر في يونيو المقبل أشار مدبولي إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في أعمال التجهيزات وكافة أعمال التطويرات كما أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمداخل الرئيسية للساد إضافة لوضع التسهيلات كافة لدخول المشجعين والضيوف الأفريق أكد وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة أنه تم إصدار عدة كتب للرد على المفاهيم المغلوطة حول صحيح الدين وخلال كلمته بالمؤتمر الدولي التسعي والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للأوقاف تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يتم بمشاركة 150 عالما من 40 دولة أشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تهدف إلى تحويل إصدارات الكتب المتعلقة بالدين لثقافة عامة عبر وسائل النشر والإعلام كما أوضح الوزير أن الدفاع عن الوطن مقصد من مقاصد الشرع من جهته قال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد مطر الكعبي أن صياغة الشخصية الوطنية لها أهمية كبرى في مواجهة التطرف وأضاف الكعبي خلال كلمته بالمؤتمر الدولي التسعي والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن بلاده ترى أن التكامل بين المؤسسة الدينية والمؤسسات المجتمعية مهم في بناء شخصية متكاملة كما أن بلاده تحرص على توحيد الخطاب الديني من خلال خطة سنوية موحدة يشارك فيها الوعاظ والباحثون يواصل حزب مستقبل وطن فعلياته الخدمية بمختلف المحافظات لتخفيف المعاناة عن المواطنين حيث قامت أمانة الحزب بالقاهرة بتوزيع 150 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الزهراء فضلا عن تنظيم ندوة حول التنمية البشرية وتأهيل الكوادر الشبابية بمقر الحزب بمنطقة الزيتون كما قامت أمانة الحزب بمحافظة دمياط بتنظيم ندوة طبية بهدف التوعية والوقاية من بعض الأمراض المزمنة بنادي المهندسين بالمحافظة أجرى وزير النقل المهندس شام عرفات جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ خمسة كبار بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه بطريق بنها المنصورة وأكد عرفات ضرورة الالتزام بأعلى معيير الجودة والسلامة وتكثيف الأعمال على مدار الساعة للانتهاء من الأجزاء الخاصة بالكبار في اتجاه بنها المنصورة يوليو المقبل على أن يكون الجزء الثاني من الكبار في اتجاه المنصورة بنها نهاية هذا العام دخلت احتجاجات السطرات الصفراء المعارضة للحكومة الفرنسية اليوم السبت أسبوع العاشر وسط تعزيزات أمنية مشددة وتزامنت هذه الاحتجاجات اليوم مع مواصلة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو الحوار الوطني الكبير في الجنوب الغربي مع رؤساء بلديات يطالبونه بخطوات ملموسة كما حضر رؤساء البلديات من أن الكلام وحده لن يكون كافيا لتهدئة غضب السطرات الصفراء أجرى رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من زعماء العالم ناقش خلالها عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية البريكسيت والكنديين المعتقلين في الصين حيث تبدل مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل وجهات النظر حول التحديات الدولية الرئيسية خلال عام 2019 كما بحثت رودو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جتيريش هاتفيا قضية اعتقال الكنديين في الصين والأزمة اليمنية أكد وزير المالية محمد معيد خلال اجتماعات المصار المالي لمجموعة العشرين أن مصر من ضمن الدول الأفريقية ودول إقليم الشرق الأوسط التي تحقق معدلات نمو المستهدفة بالموازنة معيد أشار أيضا إلى أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة العامة الحالية كما أوضح وزير المالية أن مؤشر النمو تجاوز توقعات البنك الدولية عن ذات الفترة وأن مصر من قلائل الدول الأفريقية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة كما أكد وزير المالية مساندة مصر والاتحاد الأفريقي لأجندة اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام والدعم الكامل للرئاسة اليابانية في الرياضة يخوض فريق بيرامدز مباراة قوية ضد طلائع الجيش في السادسة مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدور الممتاز يحتل فريق بيرامدز المركز الثاني في جدول تطريب البطولة برصيد خمس وثلاثين نقطة بينما يحتل نادي طلائع الجيش المركز السابع برصيد أربع وثلاثين نقطة ويقود اللقاء طاقة متحكيم دولي إماراتي بقيادة عمر آل علي انتهى الموجس إلى أن نلتقي كونوا بخير اشتركوا في القناة